اشتركوا في القناة اختار نجم الخضر سعيد برحمة بالرغم من أن الهامرس يضمون في صفوفهم نجوم كبار أبرزهم السفقة الإيطالية الجديدة ساكاماكا الموقع الإنجليزي قال أن برحمة لاعب مميز وأثبت في كل مناسبة أنه كذلك كما قدم فترة تحضير ممتازة جدا المصدر الإنجليزي قال أن برحمة عانى من خيارات مدربه مويس في الموسم الماضي وحان الوقت لمنحه الحرية لإطلاق عنانه ذات المصدر يرى أن برحمة لعب كبير جدا ومكانته أعلى بكثير مما قدمه لكن هو بحاجة فقط لثقة المدرب مويس والذي يرى الكثير من النقاد والصحفين الإنجليز أنه لن يحصل عليها حيث يرى هؤلاء أنها موسمه الذي سينطلق غدا لن يختلف عن موسمه السابق وسيكون من الجيد له لو شارك أساسيا وفقط تكلمنا في عدد سابق عن رغبة نادي نابولي في تعاقد مع موهبة ساسولو الشابة جاكو موراسبادوري وتكلمنا عن أول عرض قدمته والذي وصل لرقم ما بين 16 و18 مليون أورو إذا فضل إلى الدولة الجزائرية آدم ناس العرض رفض وقتها وإدارة ساسولو طالبت برفعه إدارة نابولي وبحسب الإعلام الإيطالي وافقت على رفع العرض حيث كشفت صحيفة لغازيتا ديلو سبور أن إدارة نابولي رفعته بصورة كبيرة جدا أيضا العرض الجديد قرب 30 مليون أورو بالإضافة إلى الدولة الجزائرية آدم الناس مرة أخرى حيث ترى إدارة نابولي أن الرقم أصلا كبير وهو الناس وضع فقط لإغراء إدارة ساسولي للتنازل عن لاعبها الغريب أن إدارة ساسولو أفوان رفضت العرض ورفضت والناس بالخصوص مرة ثانية صحيفة نابولي قالت أن إدارة ساسولو طالبت نظيرتها في نابولي برفع العرض لـ 35 مليون أورو مع بعض المكافآت والإضافات الأخرى وغير هذا لن توافق عن التنازل عن لاعبها ولا يبدو أن اسم الناس أصبح مغريا بالمرة قالت تقارير إنجليزية اليوم السبت أن إدارة ليفربول ما زالت لديها فكرة عن تعزيز خطو الوسط في الصيف الحالي حتى أنها تفكر ماليا في التعاقد مع لاعب الخضر ونادي ميلان إسماعيل بناصر برغم النفي إدارة ومدارب ليفربول يرون أن بناصر لاعب مهم جدا في الوسط وسيكون مفيدا جدا لكنهم في مقابل ذلك يعلمون جيدا أن نظمه لن يكون سهلا التقارير الإنجليزية قالت أن إدارة الريتس ربما تؤجل سبقة بناصر للصيف المقبل فرغم الرغبة في ضم متوسط ميدان إلا أن يورغان كلوب يعتقد أن جوردان أندرسن يمكن أن يفي بالغرض في الموسم الحالي لكن الموسم المقبل لا أحد يعلم لأنه سيتقدم في السن كثيرا كلوب يعلم أنه سيعاني مع إدارة ميلان التي تصر على إبقاء الجزائري لذلك سيغض طرفه عن السبقة لغاية الصيف المقبل نزل نجم ميلان سيمون كاير ضيفا على صحيفة لغاستا ديلو سبور أين أدل بحوار مطول كاير تكلم عن كل شيء في ميلان وحتى عن زملائه اللاعبين وقد أتى في حواره على ذكر زميله بناصر سيمون كاير قال أن بناصر سيكون مطالبا بلاعب دور أكبر في الموسم المقبل مشيرا إلى أن المستويات ستكون أكبر وأكبر ونزل عفون جوسيبي بنكارو لاعب ميلان السابق ضيفا على موقع توتو ماركاتو أين أجرى مقابلة تكلم فيها عن ناديه بنكارو تحدث في تصريحاته عن بناصر أيضا حيث أشهد به كثيرا وقال أنه يعتقد أن بناصر سيكون له دور كبير مستقبلا ووصفه باللاعب المهم والمرجع الحقيقي في الوساط في الموسم المقبل قالت صحيفة أوجوغو البرتغالية اليوم السبت أن مشكلة إسلام سليماني تقترب كثيرا من الحل الصحيفة البرتغالية الشهيرة قالت أن إدارة سبورتينغ وإسلام قد يعلناني الانفصال في أي وقت حتى أنها تكلمت عن وجهة الجزائر وقالت أنها ستكون فرنسية بنسبة كبيرة الإعلام الإنجليسي أو البرتغالي عفوا ومنذ ثلاث أيام يتحدث عن رغبة كبيرة من إسلام وناديه في كسر الاتفاق الحاصل بينهما صحيفة ريكورد كانت قد أشارت قبل أيام إلى أن سليماني قبل بتقفيذ راتبه وهذا من أجل تسهيل رحيله لنادي جديد صحيفة أوجوغو ولو أنها لم تؤكد الأمر إلا أنها ألمحت وبقوة إلى أن نادي براست يمكن أن يكون الوجهة المقبلة للدولي الجزائري حيث أورد التصريحات لمدرب النادي ميشيل دارزاكريان تكلم فيها عن معاناته من نقص فادح في مركز قلب الهجوم مدرب براست قال أن النادي لا يملك أي مهاجم صريح وسيبدأ الموسم دون مهاجم لذلك فإن نظام لعب في أقرب فرصة سيكون حل كشفت تقارير اليوم السبت أن إدارة أونجي تلقت بعض الغروض من أجل التعاقد مع لعبها الجزائري نبيل بن طالب أونجي كانت قد تعاقد مع بن طالب في جنف الماضي بعد فترة سابقة كارثية بن طالب استعاد عافيته في هذه الفترة وقدم المستوى الذي يتيح له جلب أنظر الأندية وبالفعل تقدمت بعض الأندية بطلبات لأجل التعاقد معه التقارير قالت أن نبيل وأونجي رفضا كل العروض وقررا مواصلة المغامرة مع بعض بن طالب استعاد عافيته البدنية لكنه يعلم جيدا أن مستوى الفن الذي ظهر به في فترات سابقة مع توتنهام وشالك قبل السنوات ما زال بعيدا لذلك استقر في ناديه الحالي لأجل العودة لسابق عهده مع التألق في ذات السياق أدل رئيس أونجي سايد شعبان بتصريحة نقلة صحافة النادي تكلم فيها عن مركعة الفريق والأخبار الكثيرة التي تتكلم عن رحيل لعبه الجزائري سايد شعبان قال أن بن طالب لن يرحل وسيستمر مع الفريق في الموسم الداخل والنادي لن يتلهو للبيع مضيفا أن النادي مرتاح ماليا وهو ليس مضطرا للبيع لذلك لن يبيع إلى ذلك قالت تقارير فرنسية أن لاعب الخضر قد يتعرض لأول عقوبة في الموسم رغم أن موسمه لم يبدأ بعد نادي أونجي لعب ضد نادي سبيزيا قبل أيام وهو لقاع ودي تحضير خرج فيه بن طالب مطرودا الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر دراسة ملف اللقاء وتعريض بن طالب للعقوبة إن رأى أنه يستحق أعلن نادي شارلو روا البلجيكي عن اسمين قال أنهما مرشحين للفوز بجائزة لعب الشهر في النادي عن شهر أوت الماضي شارلو روا كان قد لعب لقاعين فقط في الشهر الماضي لكن هذا لم يمنعه من إقامة جائزة لعب الشهر الاسمين المعنيين هما ماركو المهيريترا مهيريترا لعب مدغشقر والدولي الجزائري آدم زورغان التصويت على جائزة لعب الشهر يكون بتصويت الأنصار وعلى مختلف حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي ويمتد لغاية عشية غاد الأحد زورغان تقدم بشكل كبير في الساعة الأولى على زميله الملغاشي في انتظار ما إذا كان سيحسم الجائزة لنفسه الدولي الجزائري للإشارة كان قد اخترى رجل اللقاء في اللقاء الأول ضد أوبان أعلن الموقع الرسمي لنادي نيس اليوم السبت قائمة الفريق المعنية بلقاء الجولة الأولى والذي سيجمع نيس بنادي تولوز القائمة عرفت تواجد خمس لاعبين جزائريين الأبرز هما عطال وبوداوي بوداوي وعطال عائدين من إصابة ويبدو أنهما عرفا كيف يلحقان بأول لقاء المجموعة ضمت أيضا الحارس تيديبو الهندي فرغم ضم الحارس الدانماركي كاسبر شمايكل إلا أن المدرب لوسيان فاضر أبا إلا أن يبقيه ضمن المجموعة كما ضمت القائمة عفوان أندي ديلور وبيلا البرهيمي والذين يعتبرن الأجهز بين كل اللاعبين الجزائريين إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا إن شاء الله السلام عليكم